بسم الله و صلى الله على أجمل خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا رسول الله و على آله و صحبه و مولا رجعنا لكم تاني و لسه مع مجاهدة النفس مجاهدة النفس معناها إن أنا أبذل المستطاع أو قدر المستطاع في طاعة المولى جل وعلا أنا أخالف نفسي أخالف هو نفسي أخالف شيطاني لذا يقول القائل إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة قسوتي و عنائي إبليس والدنيا والنفس والهوى كيف الخلاص و كلهم أعدائي خد بالك عدوك الشيطان إن الشيطان لكم عدو إبليس والدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا و النفس نفس البشرية لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها إن النفس لأمارة بالسوء إبليس والدنيا والنفس والهوى كيف الخلاص و كلهم أعدائي يبقى ناخد بالنا من النفس البشرية و ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوا اللَّهِ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَقُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ و مولانا جل وعلا يقول لنا في القرآن الكريم يقول لسيدنا النبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بيقول لسيدنا النبي اصبر نفسك مع مين؟ مع اللي بيذكروا ربنا يدعون ربهم بالغدوة والعشي يدعون ربهم غدوة وعشية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه عزين عطاء ربنا والثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى ولا تعد عيناك عنهم لا تصرف هواك وجلستك عنهم ما تبعدش عنهم ولا تعد عيناك عنهم ما تنشغلش عنهم بالدنيا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا حتى قالوا إنما شيخنا زمان لا تصاحب إلا من ينفعك حاله أو يدلك على الله مقاله صاحب الصالح أتبقى صالح زيه وأنا بقولها دايما سمعتموها سمعتوها مني كتير صحبة الأولياء ولاية وصحبة الصالحين صلاح وصحبة المفلحين فلاح وصحبة المهتدين هداية وصحبة أهل التقوى تورث كالتقوى الصاحب ساحب جاهد نفسك وخلفها لإن مخالفة النفس فيه السعادة وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم يبقى مجاهدة النفس ومحاسبة النفس يكون بمخالفتها خلفها شف نفسك عايزة إيه خالف نفسك ربنا جعلنا وإياكم ممن يجاهدون أنفسهم اللهم أمين فاصل ويرجع لكتاني خليكم معايا وصلوا على الحبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر